دينا على كل القنوات المصرية صباح العالمين صباح الرجولة والجدعانة ورفعة الراس اللي عملوا منتخبنا مبارح منتخب مصر لأولمبي حتى بعد خسارته قدام فرنسا في نتيجة غير معبرة تماما عن سر اللقاء ولا عن الجدعانة والرجولة والأداء المشرف اللي احنا نفتخر بيه كلنا اللي عملوا منتخب مصر لأولمبي قدام فرنسا على أرضها وسط جمهورها وأحرجنا فرنسا وكنا كسبانين لغاية الديئة حاجة وتمانين وكنا متفوقين بجنب حمود صبر في الديئة 62 وفي الآخر فرنسا تعدد في الديئة 82 بجنب من خطأ فردي لكن منتخب مصر مع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا قدموا نسخة مشرفة نسخة عشان نكون بنكلم بمنطقة الصراحة والوضوح ما كانش أي حد فينا يتخيل ولا يتوقع أن منتخب مصر يقدم الأداء ده بالمستوى ده اللي رفع راسنا كلنا بعد كل الملبسات اللي حضركوا كلكوا أجيد عارفينها قبل ذهب منتخبنا إلى أولمبياد باريس من تجمع اللعيبة للمشاكل قصة إبراهيم عادل ما فيش لعيبة هتروح كبير لكل التفاصيل والمحترفين مش هروح وإلي 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 الكلام ده كله لكن بعد ما راحه هو ده بقى بجد اللي ترعي تمثيل مشرف مش تمثيل مشرف أنت تطلع من دور الستاشر ولا التمانية ولا من دور المجموعة لا أنت طالع سيمي فاينل أولمبيكس لسه عندك إن شاء الله فرصة كبيرة قدام الشقيق المغربي اللي اتغلبوا من أسبانيا اتنين واحد برضو في سيمي فاينل هنلعبهم على الثالث والرابع عندنا فرصة ناخد ميداليا برونزية إحنا نستحقها والرجالة دول كانوا يستحقوا تذهب بالأداء اللي عملوا لنتكسب بطل أوروبا إسبانيا اتنين واحد تكسب براجواي تقدم الأداء ده قدام مستضيف البطولة منتخب فرنسي واحد من أقوى المنتخبات واحد من أجمد مدارس النشئين وقطاعات النشئين على مستوى العالم كله منتخب الفرنسي وتدخلب منه بلا عافية تلاتة واحد وجونين جايين في الوقت الإضافي وجون التاني وجون التالت كلها بأخطاء فردية لكن كأداء أداء مشرف أداء نفتخر به يرفع راسنا لسابع سما كل التحية لروشيرو ميكالي كل التحية للجيل ده من اللعيبة اللي بالتأكيد هيبقوا مكسب كبير جدا جدا لكابتن حسام حسن في المنتخب الأول ونقدر نستفيد بعناصر كتيرة منهم احنا كنا في أشد اللي احتياج لها الفترة اللي فاتت ومستنين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من منتخبنا من دالية برونزية بإذن الله هيبقى لقاء صعب جدا ولقاء جامد جدا عشان المنتخب المغربي منتخب جامد قوي وكمان عشان المنتخب المغربي انتوا عارفين طبعا لقاءات شمال أفريقيا دي بتضيف حساسية زيادة على لقاءاتنا مع الأشقاء في دول شمال أفريقيا زي المغرب والجزائر وتونس ولكن إن شاء الله إحنا قادرين على الحصول على المدالة برونزية أو في الآخر لقاء أشقاء ما بين مصر والمغرب معرفش الكاميرا تقدر تجيب ولا أهم مدارين شوية وراء شوية الصخر والحجر ده إحنا الساعة دلوقتي سبعة تقريبا أو سبعة وخمسة من شباب مصر الجميل الحلو كانوا لسه نازدين البحر دلوقتي حالا إحنا بنكلم حضراتكم من الشاطئ العام للطلبة وذوي الهمم إن شاء الله نحاول نجيب لحضراتكم اللقطات دي لأن هي الصورة بألف كلمة الناس دي جاية من محافظاتها من قراءها عشان تستمتع ببحر العالمين يوم اشتركوا في القناة